عندما كان عمر ضياء ثمانية أعوام توفي والده فتولى خاله أمره وتكفل بالإنفاق عليه وتعليمه وبعد عام تزوجت أمه وكان شرط الزوج الجديد أن لا يعيش ضياء معهم فذهب ضياء إلى بيت خاله فرعاه أحسن رعاية وعلمه أمور دينه وقام بتحفيظه القرآن فنشأ ضياء نشأة إسلامية صحيحة وأحب خاله حبا كبيرا وبعد أن تخرج من الجامعة قرر الزواج من ابنة خاله التي وافقت دون تفكير فهي أكثر إنسانة تعرف أخلاق ضياء وحبه لوالدها وبره الدائم بأمه بعد عامين من الزواج لم تنجب زوجة ضياء فذهب هو وزوجته إلى المستشفى وأجر يا التحليل دخل ضياء أولا إلى الطبيب وعلم منه النتيجة وعرف أن سبب عدم الإنجاب من زوجته وأنه هو سليم فابتسم ضياء وحمد الله عز وجل ثم قال للطبيب سوف أذهب لأنادي زوجتي ولكن أريدك أن تقول أن العيب فيه وليس فيها فذهب ضياء وأتى بزوجته من غرفة انتظار النساء ودخل على الطبيب الذي أخبره بأن سبب عدم الإنجاب منه ويحتاج لعلاج طويل فأظهر الزوج الحزن وأيضا الرضا بقضاء الله وقدره مضى بعد ذلك أربعة أعوام والزوجان صابران حتى قالت الزوجة يا ضياء لقد تحملتك ست سنوات وأنا الآن أريد الطلاق أريد أن أتزوج وأرى أولادي لذلك سأجلس معك هذه السنة فقط وافق الزوج وكان أمله في ربه كبير وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ولم تنضي سوى أيام حتى أصيبت الزوجة بفشل كلوي فتدهورت نفسيتها وأصبحت تلقي اللوم على زوجها وبينما هي في المستشفى قال لها زوجها إني مسافر خارج البلاد لأبحث لك عن كلية وبعد أيام اتصل بزوجته وبشرها بأنه حصل على متبرع من الهند وسوف يصل معه بأسرع وقت وقبل إجراء العملية بيوم أتى المتبرع ثم استأذن الزوج زوجته بالسفر للخارج لينهي بعض الأعمال فغضبت الزوجة منه وقالت أنا أجري عملية خطيرة وتسافر وتتركني تمت العملية بنجاح وبعد أسبوع عاد الزوج وعليه علامات التعب الشديد فقد كان هو المتبرع بكليته أما الهندي فقد كان عاملا بالشركة التي يعمل بها ولا أحد يعلم بذلك حتى خاله وبعد العملية بتسعة شهور تحمل الزوجة وتضع مولودها وتعم الفرحة على الجميع ويسافر الزوج لإنهاء بعض الأعمال وبدون أن يدري ترك دفتر حياته اليومية على مكتبه ونسي أن يرفعه في مكانه فقرأته الزوجة وعرفت أن زوجها كان سليما وهي التي كانت السبب في عدم الإنجاب كما علمت أنه من تبرع لها بكليته فأخذ التبكي بكاء شديدا ومن يومها كلما جلست معه تنظر للأرض ولا تستطيع أن ترفع بصرها له بسبب إساءتها له وصبره وحلمه عليها فاقترب منها وابتسم وقال لها لقد حاولت أن أرد قطرة من بحر حب وكرم أبيك معي وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون في يوم من الأيام حضر رجل لا يؤمن بوجود الله تعالى إلى أحد الخلفاء وقال له في ثقة أنا لا أجد أحدا يقنعني بوجود إله وأتحدى أكبر عالم عندكم وإني واثق من النصر عليه صمت الخليفة قليلا وقال في نفسه إن أمرت بقتله فسوف يقول الناس أنني لم أستطع مواجهته بالدليل ثم نادى وزيره ليستدعي له الإمام أبو حنيفة فلما جاءهم طلب منه الخليفة إقناع هذا الرجل بوجود الله تعالى قال له الإمام أبو حنيفة سوف أثبت لك ذلك ولكني أستأذنك لكي أنهي أمرا ضروريا في القرية المجاورة ثم أعود سريعا فأذن له الخليفة ولكنه تأخر كثيرا فأحس الملحد بالغرور والكبر وقال للخليفة أستأذنك بالانصراف فقد هرب أبو حنيفة لأنه عاجز عن إقناعي في هذه اللحظة عاد أبو حنيفة واعتذر عن التأخير ثم أخبرهم أنه وجد في طريقه نهرا ولم يجد قاربا فجلس ينتظر حضور قارب وطال انتظاره ثم فجأة رأى أبو حنيفة أمرا عجيبا فقد رأى أخشابا تتجمع ومسامير تقف فوق الخشب وظهرت مطرقة وأخذ التدق على المسامير حتى رأى أمامه قاربا متقن الصنع فركبه وحضر أخذ الملحد يضحك ثم قال إن هذا الكلام لا يقوله إلا مجنون ولا يصدقه أحد فكيف تطير المسامير والألواح في الهواء وتتجمع على الماء ويتكون منها قارب دون أن يصنعه أحد وهنا ابتسم أبو حنيفة وقال إذا كان وجود قارب صغير بدون صانع لا يصدقه عقل فهل يصدق العقل أن هذا الكون بكل ما فيه من أرض وسماء وشمس وقمر قد وجد بنفسه دون أن يخلقه خالق فبهت الملحد ثم قال صدقت فلابد أن يكون لهذا الكون من خالق لكن هو الذي خلقه ونظمه هو الله أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكسب السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فتاة ميسورة الحال تقدم ابن عمها ليخطبها ولكنها فضلت عليه زميلها في العمل لاقتناعها به وتم الزواج وبعد أشهر قليلة تم الانفصال بينهما بالطلاق نظرا لبخله الشديد وقسوته وتكبره عليها وبعد انتهاء عدتها تقدم لها ابن عمها الصالح الحنون للمرة الثانية فوافقت عليه ليس حبا وقناعة به وإنما لتنتقم من زوجها الأول فيه ولكنه كان يعفو عنها كل ما أساءت له وتحمل منها الكثير في صبر وصمت وبعد عامين وفي أحد الأيام جلست بجانبه وهو يراجع بعض الأوراق في مكتبه وقالت في نفسها ما ذنب زوجي طيب القلب لماذا أعذبه وهو غير مسؤول عن الرواسب التي في داخلي إنه يتألم بعد أن أصابه العذاب في جسده وأصبح زائرا مستمرا للأطباء كل هذا لأنه يحبني ويحتملني كما أنا لقد أصبحت لا أثق بأي رجل بعد تجربة مضت لزوج خائن وغادر وحاولت أن أنسى الجرح القديم دون جدوى ولكن كيف أظلم بذنب رجل زوجي الطيب الذي يتألم لعدم ثقة به كرجل إنني أرفض أن أطلعه على راتبي ورفضت المساهمة معه بأي مبلغ لمصروفات البيت وكلما عاملته بقسوة يصمت ولا ينفعل أو يعبر عما بداخله رغم معرفتي لشخصيته القوية فكيف أحاسبه بذنب غيره والله يقول في قرآنه الكريم ولا تزر وازرة وزر أخرى والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما يحكي عن رب العزة يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا بعدما انتهى الزوج من مراجعة الأوراق التفت إليها وقال لماذا تسهرين بجواري لهذا الوقت هل تحتاجين شيئا لم تتمالك نفسها وقالت بدموعها بل هل تحتاج أنت شيئا أشعر أنك تفكر بقلق منذ أيام هل تعاني شيئا في عملك أو في البيت قال باسما لا يأعز الناس لقلبي كل الأمور على ما يرام وبعد أن استأذن من زوجته لينام تسللت إلى مكتبه لترى الأوراق التي كان يراجعها بحزن ففوجئت بأن الأوراق كان زوجها يسجل فيها حساباته فعرفت أنه مدين بمبلغ كبير لأحد الأصدقاء ولم يخبرها به وعلمت أنه نفس المبلغ الذي اشترى به السيارة حينما طربت منه ذلك وأن ما كان يحزنه هو فقده الأمل في تعاونها معه فقالت في نفسها كم أنا قاسية حقا لتجربة ضيعت الأمان من نفسي يا للماضي الذي كاد أن يحطم حاضري وفي صباح اليوم التالي دخلت لزوجها ووضعت أمامه كل مجوهراتها ومدخراتها وكل حياتها وبكت بين يديه علّه ينسى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير إياس بن معاوية ضربت بذكائه وبديهته الأمثال وقد اختاره الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز قاضيا على البصرة فأقام العدل بين الناس وحكم فيهم بما أنزل الله فصار الناس يأتونه من كل جهة ويلقون بين يديه ما يعترضهم من مشكلات في العلم والدين ومن أخبار فطنته وذكائه أنه كان في الكوفة رجل يظهر للناس الصلاح ويبدي لهم الورع والتقى حتى كثر الثناء عليه واتخذه بعض الناس أمينا يأتمنونه على مالهم إذا سافروا ويجعلونهم وصيا على أولادهم إذا أحسوا بدنو الأجل فأتاه رجل واستودعه مالا ولما احتاج الرجل إلى ماله طلبه منه فأنكره فمضى إلى إياس وشكى له الرجل فقال للمشتكي أعلم صاحبك أنك تريد أن تأتيني؟ قال كلا فقال له انصرف وعد إلي غدا ثم أرسل إياس إلى الرجل المؤتمن وقال له لقد اجتمع لدي مال كثير لأيتام لا كافل لهم وقد رأيت أن أوديعه لديك وأن أجعلك وصيا عليهم فهل منزلك حصين ووقتك متسع؟ فقال نعم أيها القاضي فقال تعال بعد غد وأعد موضعا للمال وأحضر معك حمالين يحملونه وفي اليوم التالي جاء المشتكي فقال له إياس انطلق إلى صاحبك واطلب منه المال فإن أنكره فقل له أشكوك إلى القاضي إياس فأتاه الرجل فطلب منه ماله فامتنع عن إعطائه له وأنكره فقال له إذن أشكوك إلى القاضي إياس فلما سمع ذلك منه دفع إليه المال وطيب خاطره فرجع الرجل إلى إياس وقال لقد أعطاني صاحبي حقي وجزاك الله خيرا ثم جاء الرجل المؤتمن إلى إياس في موعده ومعه الحملون فزجره وفضحه وقال له بئس الرجل أنت يا عدو الله لقد جعلت الدين مصيادة للدنيا عد إلى الله ولا تكن من المنافقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور ويصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم موسيقى 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 شكرا